أهلا بكم أعسائي بموضوع جديد موضوعنا اليوم عن مكونات تطوير مكونات وورد بريس وسنستمر من حيث توقفنا ولا أريد التكرار كثيرا لابد أنك شاهدت الفيديو رقم واحد الفيديو رقم اثنين والآن الفيديو رقم ثلاثة اليوم أريد فقط أن نقوم بإضافة كنترولز جديدة للمكون خاصة بموضوع اللون والهدف من هذا الموضوع هو أنني أريدك أن تعتاد أكثر على موضوع بناء المكون وموضوع التحكم به فإذن لنبدأ فالآن لدينا نفس هذا المكون فبكل بساطة أنا سأقوم بفتح block.json لأنني أريد إضافة أتريبيوت جديدة للمكون فكر بالأتريبيوت كخصائص للمكون التي فيها معلومات معينة أيضا هذا المكون لاحظوا كان فيه أتريبيوت أتريبيوت يعني خصائص فهذه العبارة التي يكتبها الشخص هنا يمكن أن يقوم بتغييرها من هنا طبعا يمكن أنا الآن أن أقوم بإضافة هذا المكون مرة أخرى فأين هو هذا المكون مثلا سأقوم بإضافته مرة أخرى فمجرد أنني أقوم بإضافته يمكن أن أضيف نص جديد له فمثلا مرحبا بكم جيد وتحديث وتحديث فإذا الأتريبيوت ما هي الآن إذا أردنا أن نفكر بها أن المكون نفسه يبقى المكون نفسه يعطي نفس الفائدة لكن بتغيير خصائصه مثلا ربما يبدو بشكل مختلف أو محتواه يختلف فهنا النص هنا اختلف عندما قمت بإضافة هذا المكون مرة أخرى لكن هذا المكون نفس هذا المكون جيد فإذا هذا لاحظوا نفسه المكون الخاص فيه لكن الفرق هو النص الخصائص هذا المكون تختلف عن خصائص هذا المكون جيد أو قيمة الخصائص تختلف قيمة الخصائص أما هذا له تيكست وهذا له تيكست لكن قيمة هذا مرحبا وقيمة هذا أهلا بكم فإذا اليوم نريد أن نضيف خصائص جديدة للمكون الخاص بنا وهذه الخصائص ستكون سأضيفها هنا هذه الخاصية الجديدة التي أريد إضافتها هي اسمها الكلر جيد والكلر سيكون لديه تايب والتيب سيكون string والقيمة الافتراضية له ستكون default والتي ستكون مثلا عبارة عن النص الأبيض. أيضا سأضيف خاصية أخرى سأسميها background وهي عبارة عن لون الخلفية والتيب الخاص بها سيكون string والdefault سيكون هو عبارة عن تقريبا لون أسود جيد. لاحظوا عندما أكتب أنا في ملف blocked json فلاحظوا أعزائي أن طبعا أنا كتبت هنا بشكل خاطر أضفت هذا بشكل خاطر فلاحظوا أعزائي أن عندما نقوم بكتابة الاتريبيوت كلها يجب أن تكون عبارة محاطة ب double quotation هذا شيء ضروري هذا من أساسيات json لكن أحببت أن أذكرك به فإذن للتذكير من أساسيات json أن كل شيء يتم إحاطته ب double double مزدوج ليس أحادي double مزدوج شرتي اقتباس مزدوج ممتاز فإذن الآن أنا أضفت هذا تذكرتم أن في الفيديو السابق أنا قمت بإضافة support لهذه المواضيع للكلر وهذا السبورت الذي أضفته بوقت سابق هو الذي أظهر هذا التبويب هنا وظهرت الأمور بهذا الشكل طبعا هذا الشيء هو أسرع طريقة لإضافة ستايلات للمكون ككل يعني هذا المكون ككل أنا أريد ما هي خلفيته ما هو لون النص ما هو لون الرابط فأسهل طريقة هي من خلال إضافة support وكما قمت أنا بالفيديو السابق لكن أحيانا نريد أن نضيف ستايل معين لجزئية معينة في المكون فماذا يعني ذلك؟ يعني مثلا إذا ذهبت لي ملف edit.js في ملفات فنلاحظوا لدينا هنا وهذه الدف فيها نص معين فمثلا الدف ككل هذا المكون ككل أنا أضفت له support لون خلفية ولون نص ماذا مثلا لو أضفت هنا مثلا دعونا نضيف مثلا H1 مثلا هنا في هذا الشكل وهذا H1 مثلا يكون فيه الهيدنج هيدنج معين مثلا نكتب هيدنج دعونا نكتب فقط هيدنج الآن وهنا هذا الهيدنج فعليا أنا أريد أن أعطي خاصية للتحكم بلونة ولونة الخلفية الخاصة به إذا دعوني أيضا أضيف الهيدنج بملفة save فمثلا هنا بالreturn هذا وهنا نضيف الهيدنج وهذا اسمه هيدنج ولاحظوا يعطيني خطأ لأن يجب أن أحيطها كلها بـ وبالتالي هنا سأحيطها بـ لأن بـ وهذه عبارة عن react بـ يجب أن يكون الأشياء دائما أب واحد يعني هذا الأب الخاص بها هذا أو الأم أو الـ بـ بخصوص البلوك هذا هنا فأنا لن أضيفها يعني هذا لن أضيفها هنا بل سأضيفها للـ كاملة وهذا الشيء الذي تجدونه مكتوب هنا بهذا الشكل الدف نحن اتفقنا هذا يمكن أن نكتب مثلا block props هكذا ونكتب use block props ولأن نحن بـ فنكتب .save وهنا بدلا من use block props نكتب block props طبعا هذه هدفها تمرير الـ أي شيء أنا أضعه بالـ سيتم تمريره من خلال هذا طبعا لنذهب إلى الإدت مجددا بدلا الإدت هي نفسها لنرى هل كل شيء يعمل لا يعمل نعيد تشغيل الـ واضح فإذا الآن نعود إلى هنا أو نعود إلى هنا تحديد سيقول لنا ربما الإصلاح المكون نعم نريد استعادته لاحظوا هذا هو الـ ممتاز وهذه الأمور ممتاز جيد جدا لكن مرة أخرى السؤال كان أنا أريد هذا الـ أن أساهم بإضافة color و background لهذا الـ وليس لهذا كله فماذا أفعل بهذه الحالة؟ فهنا قمنا نحن بـ بإضافة color و سنبقي هذا المشكلة وأضفنا هنا color و background يمكن أن نكتب بدلا من color نكتب مثلا heading color وبدلا من background نسميها heading background جيد ونذهب إلى الـ edit هنا وهنا لاحظوا بالـ edit لدينا هذه الـ body panel موجودة هنا التي هي عبارة عن هذا لاحظوا basic attributes فدعونا نضيف بنال أخرى سأكرر هذه البنال مرة أخرى وهنا سأقوم بالتسميتها color color attribute أي شيء له علاقة بالcolor وهنا لن نضيف text يعني لن نضيف text بل سنضيف شيء اسمه color palette color palette تأتي من أين تأتي من components فإذا من هنا بدلا من text control سنجلب color palette أعتقد هكذا اسمها ممتاز فإذا هنا بالbody الثانية هنا سنكتب color palette هكذا وهذه لها صفات أول شيء أو لها attribute خاصة بها أول شيء value value لها سنأخذها من attributes heading color وأيضا لديها unchanged عندما يتم تغير قيمتها ما الشيء الذي سنقوم به سنأخذ value الجديدة سنقوم بـ set attributes وخصوصا attributes hidden color نريد أن نجعله بالقيمة الجديدة واضح؟ فإذا لنرى الآن ما زال السيرفر يعمل جيد لنرى تحديد لنرى ما هي نتيجة عملنا فإذا قم بالنقر هنا هذا هو المكون لاحظوا هذا هو color attributes هذه البنل وهذا هو يعني هذه البنل الموجودة وهذا اللون فإذاً color palette أضافت لنا هذا والآن يمكن أن نغير اللون عفوا هوني أعد للمكون جيد إذا قم بالتحديث وتحديث مجدداً لاحظوا أن الكلر ما زال محبوض لكن لا يؤثر هنا إذا أردت أن يؤثر هذا على هذا فبكل بساطة علي أن أذهب إلى الheading الذي أنتجته هنا فإذا هذا الheading سأضيف له style وبهذا الstyle طبعاً أنا أتعامل معه كمثل style react الذي يعرف react يعني أفترض أنك تعرف react إذا نسيت سأذكرك أنه بstyle react نحن نعتبر الstyle أنه عبارة عن object طبعاً بدايةاً برياكت إذا أردت أن أقوم بإنشاء إذا أردت برياكت أن أقوم بإضافة أي variable فأضعه بين كارلي براكت وإذا أردت أن أكتب object فأضيف يعني كارلي براكت مرة أخرى أو براكت وهذا لأن الstyle أنا أتعامل معه كobject في داخل رئات فأنا أريد تغيير color لهذا heading وأريد أن تكون قيمته هي نفس قيمة attributes heading color وهذا التغيير نفسه سأنقله على save وأضعه أيضاً بالsave أيضاً السave سأقوم بنفس العملية وبالإددت نفس العملية فإذا ما زال يعمل الآن لنرى النتيجة فلاحظوا سنستعيد المحتوى لاحظوا الheading لونه مثل اللون الذي وضعته هنا فإذا وضعت مثلاً أحمر لاحظوا ها هو أحمر وإذا قمت بالتحديد وقمت بالعودة إلى هنا سأجد أيضاً الheading لونه أحمر ماذا لو أردت إضافة background لهذا الموضوع للheading أو لجزئية معينة بداخل الجزئية معينة بداخل component أو المكون الذي لدي فبكل بساطة مرة أخرى لاحظوا أنا هنا لدينا heading background فيمكن أن أستعين بها فأذهب إلى هنا لدينا البلد لاحظوا هذه البلد يعني غير واضح أن يعني اسمها color attributes للبنال لكن هذا ليس واضح لماذا فعلي أن أضيف label لهذا فقبله سأضيف label وأكتب به ماذا نكتب به؟ نكتب به أن هذا هو الheading color سأكرر هذا مرتين وهنا سأكتب heading background ونفس الشيء لدينا palette لكن هنا بدلاً من heading color سيكون لدينا heading background وهنا بدلاً من heading color heading background فإذا اللي نرى النتيجة والآن تحديث بهذا الشكل فإذا مرة أخرى فإذا هذا الheading لاحظوا هذه heading background ويمكن أن أغيرها مرة أخرى من هنا لكن لاحظوا أعزائي أن الآن يعني الخلفية لا تظهر لماذا؟ لأن مرة أخرى علينا الضحاب هنا الـ style ولنضيف ذلك فإذا هنا لدينا background وستصبح attributes dot ماذا؟ heading background وهذا مرة أخرى سأخذها وأقوم بوضعها بالsave أيضاً فإذا الآن لنرى النتيجة فإذا تحديث فإذا سنقوم باستعادة المكون لاحظوا ظهر بهذا اللون الافتراضي الأسود وهنا يمكن أن أغير هذا مثلاً أجعله أخضر وتحديث ولنرى النتيجة فإذا هذه هي النتيجة فإذا نحن الآن نستطيع أن نقوم أيضاً بالتحكم بالcolor والbackground بهذه الطريقة من استخدام component اسمها color pad يوجد طريقة أخرى للقيام بذلك باستخدام شيء اسمه color picker وأنا نسيت فعلياً من أين سنجلبه فإذا دعوني أذهب لwordpress.org وأنا أريدكم أن تعتادوا على هذا الموضوع لأن هذه الدروس غير كافية لفقط التعلم بذلك color picker وعلى الأغلب الذي سيشاهد الفيديو هم أعضاء من قناتي وبالتالي أنتم تقدرون الطريقة التي أشرح بها وتقدرون هذا السلوك أن نبحث دائماً أن نرى هذا الشيء يعني يجب أن نقوم به هذا هو color picker تبحث عنه وترامل الأشياء الموجودة فيه طبعاً لماذا يظهر بهذا الشكل؟ هل هو خطأ دوني؟ أنا ربما سأحدث نفس الشيء لعرف الخطأ من ماذا أو لماذا هناك يعني نرى بهذا الشكل هكذا أفضل فإذاً هذا هو color picker ويمكن أن نجلبه أيضاً من component فبالتالي في الأعلى هنا سنذهب إلى edit ومن edit سنذهب إلى هنا وسنقوم بجلب color picker واضح؟ طيب كيف هو استخدمه؟ استخدمه بكل بساطة ها هو جلبه يمكن أن تضيف colors معينة ويمكن أن تقوم بإضافة value لهذا فتعونا نجربه نجرب هذا فبدلاً من استخدام البلت للcolor header فنستخدم البكر وأيضاً سنستخدم نفس الشيء value on change نفس الموضوع فتعونا الآن لنحدث ولنرى فنلاحظوا الcolor picker لاحظوا الbackground هي البلت وهذا البكر فتعونا لاحظوا الفرق الفرق هو أن البكر يظهر بهذا الشكل كأنك تلتقط اللون بهذا الشكل أما البلت فتظهر هنا يعني عندما تقوم بالنقرة عليها أيضاً سيظهر لك نفس القصة هنا يمكنك إدخال بحكسة ويمكنك تحديد الرقم يعني كيف ستدخله لاحظوا بأكثر من طريقة يعني اللون يمكن أن تحدد هكذا أيضاً يوجد شيء اسمه enable alpha فإذا قمت إضافتي هنا enable alpha يعني يمكنكم التفكير كيف يعمل enable alpha enable alpha يعني إضافة أو الشفافية لاحظوا تم إضافة الشفافية هنا فمثلاً لو اخترت مثلاً اللون كذا وهنا اختار الشفافية كم يعني أو يريد فإذاً في هذا الشكل هي قيمة بين الزيرو والواحد هذه هي الألفة فإذن ممتاز الشيء الآخر الذي ينكر أن نستخدمه في الألوان عدم موضوع color picker والcolor palette الذي استخدمناها الآن هناك شيء اسمه color تعاونا نبحث عنه اسمه panel color fittings لا تظهر لماذا لنرى فإذن color أو panel ها هي فإذن وجدناها فإذن هذا يقول لك أنها لم يتم تدوينها ويمكن أن نقرأ منها من الgethub ربما أو ليست هي الgethub أيضا يمكن أن نقرأ به على فكرة فربما نذهب إلى panel color settings فإذن ها هي فإذن يمكن أن نقرأ هنا عن panel color settings في panel color settings يعني إذا لم تجد المعلومة في wordpress.org تذهب إلى الgethub فإذن لاحظوا ها هي فإذن من أين يتم جلبها أي يتم جلبها من الblock editor فإذن لي نقوم بجلبها فإذن من هنا اسمها panel color settings كيف يتم استخدامها فإذا نلاحظوا استخدامها يكون بإضافة لها title وإضافة settings للكلر من خلال الرأي المعلومة التي أريد أن أقولها هنا أن موضوع panel color settings تمكننا من إضافة يعني أكثر من color بطريقة نفس طريقة support يعني عندما ذهبنا إلى هنا لاحظوا سيظهر لك ناس خلفية كذا نفس هذه الطريقة يمكن أن نؤمنها من خلال panel color settings فإذن لنقوم بتنفيذ ذلك معا ونتعلم عن هذه الطريقة فإذا بداية بداخل الcolor attribute هنا سأقوم بفتح panel color settings في هذا الشكل وبداية سأضيف لها label أو title title سنسمي color settings ممتاز سنضيف هل تريدها أن تكون هي بالنهاية يا بنال هل تريدها أن تكون initial open سنقول مثلا true والآن سنضيف color settings التي اتفقنا أنها ستكون عبارة عن array وكل color تريد أن تضيف له إعداد تضيفها من خلال object بهذه الأ array فنحن بداية سنضيف label للهيدن color جيد سنضيف له value التي هي attribute.color ونضيف change في هذه السيتنج فأنا سأقوم بتعليق هذا القسم الخاص بالهيدن color فإذا الآن لاحظوا panel color settings لديها title initial open ولديها color settings التي عبارة عن array كل object بهذه الأ array كل عنصر بهذه الأ array هو بداية عن object وهذه الأبجيكت هي معلومات عن color الذي نريد دعمه فإذا الآن لنرى بدأ نتحديد إذا قمت أنا بتحديد هذا بدأ نلاحظ الشيء الذي سيحدث color settings ها هي فلدينا الهيدن color الآن يمكن أن نحدده من هنا بهذا الشكل سيظهر نفس هذا الشكل الذي ظهر في support نفسه سيظهر هنا واضح عزائي فإذا الآن الآن للbackground دعونا نضيف أيضا للbackground فإذا سأقوم بتكرار هذا جيد هنا وهنا سأسميها heading background وبالتالي هذا اسمها heading background ونفس الشيء اسمه هذا heading background واضح وسأقوم بتعليق أيضا هذا السبب أنني سأقوم بالتعليق أنك أنت ربما تريد نسخ لصق لاحقا عندما تعود للكود الكود طبعا موجود عليك يتحب فإذا قمت أنا بالتحديد فإذا نلاحظه الآن مجددا يظهر لنا color settings heading settings وهذه الطريقة الجميلة هذا شيء جدا جميل والسبب أنه جميل أنه مرتب يعني أنت يمكنك أن تضيف مثلا هذا هذا الparagraph أيضا يمكن أن تضيف له color ويمكن أن تضيف له أيضا background ويمكن إدارتها بهذا الشكل المرتب بدلا أنه بشكل color palette أو color baker فهذا كله لهذا الفيديو أتمنى أنكم استفدتم منه وإن شاء الله نكمل بالفيديو القادم مع تطوير مكونات wordpress أخبروني إذا كانت هناك صعوبة معينة كان هناك سؤال معين تودوني أن أوضحه وبالنجة نظري هذه المعرفة التي تجمعها الآن وانشاهدت هذه الدروس هي معرفة قيمة جدا 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 وستفيدك إن شاء الله في السنوات القادمة يعني السنتين أو ثلاث سنوات القادمة إذا عملت في مجال تطوير wordpress فلنلتقي لاحقا مع السلامة